السراصير والفئران تغزو مدينة مغربية والساكنة تطالب السلطات المعنية بالتدخل أهلا ومرحبا بكم مشاهدنا القرام في هذه النشر الإخبارية العاجلة وفي التفاصيل اشتكى مجموعة من المواطنين المغاربة من ظاهرة انتشار السراصير والفئران في بعض أحياء مدينة ياجدير وشوارعها والتي تظهر بأعداد كبيرة خلال فترة الليل في فصل الصيف بالخصوص وأفد هؤلاء بأن هذه السراصير والفئران تأرق ساكنة المدينة وتقلق راحتها وذلك بفعل تسللها إلى البيوت المفتوحة ما يقض مضجع قاطنيها ويجعلهم أمام امتحان التخلص منها خاصة عندما يتعلق الأمر بالفئران وأوضح مواطنون في منشرات متداولة ببعض الصفحات المحلية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن النداءات الموجهة للمكتب الصحي بالجماعة الحضرية لأقادير للتفاعل وإيجاد حلول ناجعة لهذه الظاهرة لم تأتي أي نتيجة تذكر وانتقد هؤلاء عدم تدخل المكتب الصحي للحد من انتشار الجردان والصراصر بأحياء المدينة وبعض شوارعها مطالبين إياه بالتفاعل مع شكاية الساكنة بهذا الشان بالجدية اللازمة ترجمة نانسي قنقر